مصر تستحق هذا ان احنا عندنا حد كده يخلي العالم يبص علينا الناس دي اما هتيجي بمستوياتها الكبيرة كل قرش هيدفع لها حيكون بمثابة عشر قروش فايدة لانه يقدر يستغل بقى الاستاذ ابراهيم في دماغي يعني في محاضرات في دراسات في في تقييمات في ده ده بقى اللي تقدر تقولي تستفيد منه رجل المدرب التاريخي للارسنل يعني هما هو بتحط قدام فيرجسون في المان يونيتد بالزبط يعني فطبعا هو ضحك وتنصل بزكاء وادب في نفس الوقت قال والله انا في المرحلة الحالية مش بفكر بس انت دعيته زيادة مصر قالك لو جات لدعوة اوكي اه 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 قلت له طب ما تيجي مصر وانا في ذهني وكل ده اه أساس ان انا لو قلت الكلام ده لحد مسؤول يمكن يتلقف الفكرة يجيبوا حتى يحاضرنا يتكلم معنا يتكلمنا على الكور مصرية اللي شافها من خلال النادي الاهلي اه عايزين نستفيد من خبرات حقيقية جماعة اه تقدر تضيف يعني طيب اذا كان قابل ارسن فنجر في الاسانتير وفاوضه بسرعة لغاية لما نزل في الدور 37 لما نزل قابل حد مهم جدا كلامه مهم بعد الفاصل